يقول ماهر أن التكلفة العالية لإجور وفواتير الكهرباء التي تصل المستهلكين في النجف دفعته إلى الاعتماد على الموالدات الأهلية كبديل عن الكهرباء الوطنية كونه غير قادر على تزديد فاتورة الكهرباء التي وصفها بالكبيرة في ظل عدم توفر الطاقة الكهربائية التي تعاني انقضاعا ملحوظا هذه الأيام اليوم الكهرباء الجميع يعلم غير موجودة والفواتير التي تصل إلى البيوت عالية جدا بحيث الفاتورة اليوم وصلت إلى داري بقيمة 700 ألف دينار زين احنا اليوم مو بساني احنا كل المنطقة كل الجوارين فواتيرهم توصل إلى 600 و700 و800 اليوم لو موجودة الكهرباء واحد ما عنده مانع مديرية كهرباء النجف نفت رفعة سعيرة الكهرباء وارجعت سبب تلقي بعض المستهلكين فواتير عالية إلى تراكم مبالغ الفواتير لكن من يشوفون القوائم عالية هم صاير عليهم تراكم صاير عليهم تراكم بالديون شهرين بعد شهرين بعد شهرين تصدر لقائمة ب400 ألف فأخواني رجاء اللي حتى لو ما توصل لك القائمة كل شيء يصير قائمة ما توصل كذا مكتوب أصلا بظهر القائمة تعليمات أنت تراجع خلال 60 يوم إذا ما يجدتك قائمة تراجع الدائرة المختصة ويشهد العراق خلافا دائما بين قوانين وزارة الكهرباء التي ترى في الجباية حل لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الأموال اللازمة للصيانة وبيّن السكان الذين يرون أن الجباية غير مجدية بسبب النقص الفادح في تزويد بالطاقة من المنظومة الوطنية في أفضل الأحوال كمحافظة نجف ممكن أن تجي التيار الكهربائي من 8 إلى 10 في الأزمات قد يصل إلى ساعتين تجهيز في 24 ساعة ومع هذا تأتي القوائم بمبالغة عالية في وضع اقتصادي بائس ووضع اقتصادي هش تماما هذا يندرج ضمن عملية زيادة الضغط على المواطن لصرف نظره عن النقص الحاد في الطاقة الكهربائية وكذلك للتوجه إلى خيارات أخرى كالقطاع الخاص وغيرها مثل المولدات الأهلية وتتزامن أزمة انقطاع الكهرباء مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة الأمر الذي تسبب بمعاناة مضاعفة للأهالي أزمة فاتورة الكهرباء متواصلة إذ يدفع السكان في جميع المحافظات العراقية فاتورتين أحدهما لدائرة الكهرباء الوطنية والأخرى لاشتراك المولدات الأهلية الأمر الذي يولد عبءا ماليا في الأخص على ذو الدخل المحدود على الحاجة الحرة النجف